شدد تجمع الصحي الأول في مكة المكرمة على كافة المستشفيات الحكومية بضرورة الاستمرار في تطبيق البروتوكولات الاحترازية والتراجع في تطبيق خطة التعافي بنسبة 50% لمدة أسبوعين مقبلين وذلك للوقاية من احتمالات الموجة الثانية لفيروس كورونا وذكرت صحيفة عكاظنا الإجراءات شملت تقليل نسب إشغال العمليات الجراحية الروتينية باستثناء بعض الحالات إضافة لخفض العمليات الجراحية الروتينية إلى الحد الأدنى كما شملت الإجراءات التقليل من زيارات العيادات الخارجية والتشجيع على زيارة العيادات الافتراضية فضلا عن تعليق جميع إجازات الموظفين